اشتركوا في القناة وزير الديوان الملكي ومع الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي ومع الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وخلال اللقاء تابع جلالته مع سمو الشيخ ناصر الجهود القيمة التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في لبنان الشقيق انطلاقا من التوجهات الكريمة لجلالته حفظه الله بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى الجمهورية اللبنانية لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في محنته والتخفيف من مصابه جراء الكارثة الأليمة التي أصابت العاصمة اللبنانية مقدرا رعاه الله ما تم إنجازه خلال هذه المرحلة وقد ثمن جلالة الملك المفدى الجهود النبيلا للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في هذا الجانب وأكد حفظه الله أن وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق وتضامنها معه في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعرب جلالته عن تمنياته لشعب لبنان الشقيق بتجاوز هذه المحنة وأن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار والاستهار وأضاف جلالته أيده الله أن أفراد الجانية اللبنانية في البحرين هم في بلدهم ونقدر لهم كل جهودهم ومساهماتهم مع إخوانهم المواطنين في مجالات التنمية الشاملة في البحرين كما أكد جلالته أن مملكة البحرين تتابع من خلال وزارة الخارجية جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بإعادة إعمار لبنان الشقيق وأشاد جلالته بالدور الإنساني الذي تطلع به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تقديم العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف من جانبه أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله على مبادرات جلالته الإنسانية النبيلة والمستمرة في مساعدة وإغاثة المنكوبين والذي يعكس مواقف مملكة البحرين المشرفة تجاه الشعوب انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف دول وشعوب العالم